بتأييد من 13 دولة وامتناع كل من روسيا والصين اعتمد مجلس الأمن مشروع القرار 2511 القاضي بتمديد ولاية عمل فريق الخبرى في اليمن حتى أواخر مارس من العام المقبل يشدد القرار الذي صغط بريطانيا مسودته الأساسية على الأهمية الحاسمة لتنفيذ نظام الجزاءات المنصوص عليه في قرارين سابقين للأمم المتحدة بشأن اليمن هما القرار رقم 2140 لعام 2014 والقرار رقم 2116 لعام 2015 ويتضمن القرار الجديد تأكيدا قطعيا على الالتزام القوي بوحدة اليمن وسيادته والسقلاله وسلامته الإقليمية ويعرب في الوقت نفسه عن القلق من التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية المستمرة في اليمن بما في ذلك أعمال العنف وحالة الاختفاء القصرية المستمرة والتهديدات الناشئة عن النقل غير المشروع للأسلحة وعن تكديسها وإساءة استعمالها بما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار وينص القرار الثلاث عشر من نوعه والذي يصدر عن مجلس الأمن بشأن اليمن منذ العام 2011 على فرض حضر محدد الأهداف على توريد الأسلحة ويدعو جميع الدول الأعضاء والجهات الفاعلة الأخرى إلى الامتثال لهذا الحضر كما يدعو جميع الأطراف اليمنية إلى أن تلتزم بحل خلافاتها عن طريق الحوار والتشاور ونبد العنف والامتناع عن الأعمال الاستفزازية أبدت المندوبة البريطانية كارين بيرس والتي توصف بأنها حاملة القلم في إشارة إلى دور بلدها في صياغات القرارات المتعلقة باليمن أبدت خيبة أمل واضحة لامتناع كل من روسيا والصين العضوين الدائمين في مجلس الأمن عن التصويت لصالح القرار على الرغم من التوصل إلى اتفاق حول اليمن ولأن موقفهما جاء بعد مفاوضات مكثفة وبعد إعادة فتح النقاش على مشروع القرار المندوبان الصيني والروسي برر انتناعهما عن التصويت لأن القرار لم يأخذ ببعض شواغلهما وملاحظاتهما لكن الجدل ينصب على ما يبدو حول الدور الإيراني المثير للجدل والذي ارتبط على مدى السنوات الماضية باستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن عبر إيصال الأسلحة النوعية للحوثيين موقف يكرس روسيا أحد المنافحين الأساسين عن إيران وحمايتها من تحمل تابعات تورطها المستمر في توريد الأسلحة للمتمردين بما يناقض قرارات الشرعية الدولية